السيدات والسادة الزملاء العزاء اهلا وسهلا بكم بالقانون هنتكلم في موضوع الشيكات جلنا العديد من التساؤلات في قضايا الشيكات وما هو وضع الشيك خلينا نتكلم في البداية وفقا لقانون العقوبات الامراطي بعد التعديلات الاخير هنقول على طول في عجالة الشيك لم يعود اداة وفاء ولكنه اداة ائتمام بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشيك قد انحصرت عنه الحماية الجنائية الشيك لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقدمه وفقا لبلاغ جنائي ولكن الشيك المرتجع او الشيك الذي ليس له رصيد قائم وقابل للسحب في البنك تقدم عليه امر اداء وفقا للقانون المدني في التنفيذ المعجل كلام ده وفقا للقانون العقوبات الاماراتي طب وفي مصر ما زال الشيك يتمتع بالحماية الجنائية وانا بأهيب في هذا المقام بالمشارع المصري ان يحذو حذو المشارع الاماراتي في جعل الشيك اداة ائتمان وليست اداة وفاء لان في الحقيقة هو ده اللي معمول فيه في قفة الكوانين الاوروبية حتى في القانون الاماركي ان الشيك هو اداة ائتمان لان في الاصل ان التعاملات اللي خاصة بالشيك هي تعاملات تتسم بنوع من الصبغة التجارية فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان احنا نصبغ عقوبة على التجار وعلى رجال الاعمال في تعملاتهم بالشيك ويبقى مصرهم السجن لفي الشيكات مرتجعة مرتجعة بدون رصيد لان ده حيعطل كثير من الاعمال وحيخلي وضع الاقتصاد وضع جدا متدني هل كل الشيكات تغضع لأداة ائتمان ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تصبح ان هي يقدم بشأنها بلاغات جنائية لا ننتبه هنا بعد الشيكات الشيك الذي تم اعطاؤه ويمنع تحت دي مية خط يمنع من صرفه زي ايه زي انا اديت واحد شيك وقصدت ان انا غير التوقيع بتاعي او اديت واحد شيك على حساب مغلق وانا اعلم ان هذا الحساب مغلق في هذه الحالة في هذه الحالة يصبح الشيك في جريمة جنائية ليه بقى لان انا اتعمت ان اعطي شيك وان اعلم بان انا اعطي شيك وانا اعلم بان انا حطيت توقيع مختلف عن توقيع اللي موجود في البنك هذا هو المبدأ الذي استند عليه قانون العقوبات الاماراتي في ان شيك الذي يعطى ويمنع من صرفه تشكر جريمة وتحال ان النيابة العامة ومنها الى المحكمة الجزائية ومنها سيزبغ عليه حكم في ممكن حبس وممكن ان يشتمل هذا الحكم بابعاد وان يسدد مبلغ الشيك وما يمثله من قيمة هذا الشيك فناخد بالنا كويس اوي بان اذا كان هناك حساب مغلق لا يمكن ان نستخدم ضفط الشيكات في الحساب المغلق وان نتوخى الحزر والحيطة في ان نضع توقيعا مماثل لتوقعنا في البنك على اي شيك يتم اصداره هذا النوع من الجرائم يتم عليه صاحبه تعميم في السلطة اليضع اسمه في ان هو مطلوب الابض عليه دي في عجالة مسألة خاصة بتفاصيل في مسألة الشيك في جانب المصي وفي قانون الاقوبات المصي ما زال الشيك له جناحين زي ما احنا فاهمين كموحامين اللي هو اما ان انا اسجل فيه بلاغ في اسم الشلطة او ان انا اعمل بجنحة مباشرة وفي الحالتين بيبقى الشيك واخد نفس الحماية الجنائية ولم يحصل اي تعديل عليه حتى الان في قانون العقوبات المصي ولكن التعديل حصل مؤخرا في قانون العقوبات الاماراتي ونقدر نقول بحق بان هذا التعديل الحادث في المشاريع الاماراتي حصل نوع من الانفراجة عند رجال الاعمال في مستوى التجارة والتعاملات التجارية اللي تمت لان ايه اللي حصل كافة البلاغات اللي كان معمول بيها في شيكات تم اسقطها حتى القضايا التي كانت متدولة في المحاكم تم اسقطها حتى القضايا التي كان يتم التحقيق فيها في النيابة العامة تم اسقطها وفقا لهذا التعديل حصلت نوع من الانفراجة وحصل نوع من التعاملات المادية في كل مكان وفعلا كان المشاريع الاماراتي حصيف حينما لجأ لمثل هذا التعديل واتمنى ان الكلام دوت يحصل في مصر وحنتكلم في موضوعات تانية خاصة في الشيك وتفاصيل دقيقة جدا ممكن في بعض زملاء حتى يقعوا فيها وطبعا العامة بيباخدوش بالهم منها وهتكون مفيدة بالقانون هنلتقي في هاي تفاصيل تانية خاصة بشيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة